عبد الفتاح جمال محمد شاعر اليمن في شبابي والله وفي الثانوية وأذكر إلى الآن في ديوانية شبابية في الفروانية طرحت القصيدة فاحتممت بها وحفظتها وسبحان الله إلى اليوم تصلح وإلى الغد في واقع أمتنا يتكلم عن الجرح العميق الذي لا يأتيك من الخارج إنما يأتيك من الداخل يخاطب أمة فيقول أماه أعرف أن نتاجك قد نقشت عليه قرآنا وسنة أماه أعرف أن نتاجك قد نقشت عليه قرآنا وسنة أماه أعرف أنك يحبل بآلاف الأجنة أماه لا أخشى عليك العقمة لكني أحس بما يدس لكبت أنفاس الأجنة وأرى حواليك الذئابة نيوبهن مكشرات كالأسنة للحق تكبيل وتنكيل وللشهوات إطلاق الأعنة أماه ما ذرف الدموعي كثرة الأعداء النبحت عليك أو أرسلت جند الضلالة والهوى منها إليك أو أعلنت وبكل أسلحة الدمار ونفذت حربا عليك لكن ما يدمي ضميري أن يقوم بنوك في التشويه فيك هذا الجرح العميق عندما يكون العملاء عندما يكون وكلاء المستعمر وأدوات الصهيونية في بلاد المسلمين تعبث وتستطيل وتشرئب بأعناقها وتتبجح وتخرج على الساحة بكل جرأة الله إيش اللي صاير لا لابد من مواجهة وصريحة فالفضح دين وعبادة لمن عرف بالفجور الفكري أو الأخلاق وأعلن عنه اذكروا الفاجر بما فيه كي يحذره الناس هذه قاعدة أنه قاعد يلوث لو ساتر على نفسه لو يقبت في ذاته لو يمارس الرذيلة في محل مستور هذا شيء آخر أما أن يجاهر ويدعو بجهره لهذه المناكر الفكرية أو السلوكية أو الاجتماعية فهذه كارثة لو ساتر على نفسه